النهاردة يوم من أجمل الأيام يوم الجمعة طبعاً معروف يوم الجمعة تعب طول الأسبوع يعني يوم الجمعة ده يعني يوم ليه طعم خاص كده وقت الراحة وقت التجمع وقت اللمة الحلوة مع العيلة طبعاً كل نستنى نهاية الأسبوع عشان ننسى التعب اللي حصل طول الأيام الأسبوع ونقضي طبعاً وقت جميل جداً ونتجمع بقى مع أهلنا سواء على الفطار أو على الغداء أو في الجلسات بقى اللي فيها الحكايات بقى وأخبار الأسبوع وأخبار الشغل والدين يتعامل معاك وإيه خلال الأسبوع اللي فات بيبقى مناسبة كويسة في الأسبوع ونحن نقض ونسترجع ذكريات قديمة وفي نفس الوقت كمان يا بسانت يعني إيه نتناقش ونخفف على بعض من اللي حصل في الأسبوع عايزة أقول لك أنه مع أن معظم الوقت ببقى بشتغل يوم الجمعة لكن لازم أخلص شغل وأطلع على بيت أهلي ونفطر كلنا مع بعض حتى وانا يعني رايحة لهم متأخر شوية بنفطر مع بعض قبل الصلاة وفي كده تقوص خاصة بيوم الجمعة دايما البخور في البيت لازم كلنا نكون متجمعين لغاية النهاردة لازم بخور لازم البيت كله يتبخر طبعا إزاعة القرآن الكريم بتبقى شغلة شغلة طول الأسبوع لكن يوم الجمعة بنعلي صوت من بدري قوي من الفجر ونفتح طبعا القناة الأولى من أول اليوم عشان صلاة عشان شغالين فيها عشان صلاة الجمعة يوم الجمعة كان ومازالي طبق خاص في حياتنا كانت العيلة كلها تتجمع مع بعض بنتجمع لطرابيزة واحدة نكل مع بعض نحكي مع بعض نضحك مع بعض كنا زمان نحتفل بيوم الجمعة ونعرف إن ده الوقت اللي بنتجمع فيه وتفاصيل كتيرة قوي ولحظات حلوة قوي بنعيشها مع بعض يوم الجمعة هو كأنه فعلا صورة كده مصغرة من العيد صحيح بجد يعني فعلا حتى صاحباتي لغاية النهاردة اللي تجوزوا وخلفوا لازم يقضوا يوم الجمعة ده سواء عند بيت أهل إجوازاتهم أو بيت أهلهم هما لازم يبقى فيه تجمع كيبيت للعيلة يا شازلين صحيح طبعا فرصة ومناسبة كويسة جدا نحن نتجمع ونقعد وزي ما كانت بسانت بتقول كده يعني لازم فيه وجبة تجمعنا سواء الفطار أو الغداء أي أن كان لكن كنا بروح زمان كنا بنتكلم قبل الهوانا وانتي يا بسانت نحن كنا بروح عند جدي وجدتي يوم الجمعة طبعا يوم الأجازة بنصحة متأخر على ما نروح ونفضل عادينا عندهم ونفطر بقى بعد الصلاة لأن ابن أصحيح متأخر يا دوب على صلاة الجمعة فنصلي الجمعة ونفطر بعد الصلاة ده قبل ما نشتغل زمان بقى خالص قبل ما يبقى يوم الجمعة يوم شغل بالنسبة لنا يوم عادي زي وزي بقيت أيام نسبوع يعني الكلام ده لحضراتكم مش للناس اللي شغالة يوم الجمعة لكن خلينا طبعا ما ننساش البرامج التلفزيونية القديمة كنا دايما نتجمع عليها يوم الجمعة كان فيه برامج طبعا مميزة كل واحد في العيلة كان بيتابع برنامج معين أو بيشوف مسلسل معين دايما كان بيكون فيه جلسة كده يوم الجمعة لمتابعة البرامج كنا نتجمع قدام التلفزيون ونستنى بقى الحلقات الجديدة ونتناقش ونتحك ونهزر مع بعض ممكن تفرج على ايه زمان لو تفتكر لو فاكر حاجة لا طبعا أنا عدى زمان ده عدى عليه بقى كتير أنا عشان لست قريب قوي فكنت ساكن قصودي والله قريب قوي لا بجد يعني طب مش فاكر اي حاجة مثلا نادي السينما مثلا طبعا علامات مميزة طبعا كل تأكيد في يوم الجمعة أكيد كنا بنتابعها لكن زي ما قلت الانهيئة كان بتبقى فرصة كويس ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض الاطفال بقى كلنا نتجمع مع بعض وولاد خيالاتي أنا خيالات كتير فكنا نتجمع كلنا مع بعض الأولاد ونفضل بقى نلعب يوم الجمعة بالنسبة لنا كان يوم مهم قوي أنا فاكرا كان خيالي كمان كان بيعد يشتري كان هو خيالي صغير شوية كان يعد يشتري شراية الكاسد بتاعت مونير محمد مونير ويأتي بقى فرحان قوي يعد يسماعها لنا وإحنا أطفال وكده وكانت لطيفة ده بعد إزاعة القرآن الكريم والقناة الأول ده الفترة المسائية لا ده بعد الدهر فعلا ويعني يوم الجمعة فعلا كانت من الأيام اللي فعلا ليها ذكريات مختلفة صحيح يعني مبسوطة وإحنا بنفتكرها دلوقتي ذكرياتها حلوة جدا تجمع العائلي ده من حاجات اللي كانت لطيفة قوي مش عارفة لو لسه لغاية النهاردة بنعمل داي يعني أنا عن نفسي لسه بعمل ده ناس كثيرة قوي يعرفها بتعمل ده لو لسه يعني حضرتك بتفرج علينا أو حضرتك بتفرج علينا وكنتوا نهاردة مش نويين تروحوا لأهاليك ورفعوا سمعت التليفون شوفوا ما يعملوا النهار ده جمعوهم عندكم أو يروحوا خلونا نرجع لأيام زمان ونفتكر أيام الجميلة اللي كانت حلوة بنستمتع فيها بكل لحظة كان فيه بساطة كده في الموضوع يعني كان فيه تجمع ولما للعائلة حلوة لحظات قريبة كده بنعيشها مع بعض على فكرة الجو الأسري ده مفيد للأطفال ومفيد لولادكم لو لسه عندكم أولاد صغيرين أو لسه في المدرسة لما يشوفوا الجو الأسري ده لما يكبروا هم كمان هيحبوا يعملوا ده وهيبقوا هم ناشقوا على ده فهيبقوا عايزين يكرروا تاني وأجيال بتسلم أجيال زي ما بيقولوا خلونا نرجع تاني لما الحلوة دي ولو أنتو النهار ده بتفرجوا علينا دلوقتي وكنتو نويين تعملوا أي حاجة تانية غيرين أن أنتو تعودوا مع عائلتكو أول ما تخلصوا الصلاة فرصة حلوة قوي ونشجعكم عليها أنتو تعودوا مع عائلتكو افتروا مع بعض كملوا اليوم مع بعض بتبقى لما حلوة قوي وفتكروا كده الذكريات بتاعت زمان وممكن بيحصل إيف يوم الجمعة جمعة مباركة وبنصبح عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر